اشتركوا في القناة هذه الزيارة مهمة لأنها هي الأولى منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدين هذه 30 سنة قريبا وهذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية من أوكرانيا للمغرب كتأتي في إطار أولا علاقات تنائية قوية بين البلدين تاريخيا قائمة على الصدقة المتينة وعلى التعاون المثمر هذه العلاقة كانت دائما عندها طبع إنساني قوي من خلال تواجد مجموعة من طلبة المغاربة بشكل تقليدي في أوكرانيا آلاف من طلبة المغاربة كذلك هذه العلاقة كانت دائما بنية على الاحترام المتبادل وعلى التعاون في مجموعة من الميادين واليوم قررنا أننا نعمقوا هذه العلاقة ونطوروها بشكل أكبر وأننا نشوفوا الإطار القانوني الإطار المؤسساتي بشي ننميوا أكبر هذه العلاقة في كل ميادين الجوانبها التقليدية بحل الجانب الإنساني والتكوين وغيرها ولكن جوانب أخرى خاصة في المجال الاقتصادي في المجال التعاون ضد الجريمة المنظمة أو التعاون في المجال الأمني وغيرها الزيارة تأتي في سياق جميع كعلمة ومنذ البداية موقف المغرب فيها كان موقف قائم على مبادئ التي تأمن بها المملكة المغربية وكتنساجم مع القيام التي تأمن بها المملكة المغربية في العلاقات الدولية أولا احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية لكل دول الأعضاء في الأمم المتحدة المغرب كان دائما يدافع على هذا المبدأ كمبدأ محوري في العلاقات الدولية وفي العلاقات بين الدول ثانيا عدم استعمال القوة لحل النزاعات واللجوء إلى الحلول السلمية والنزاعات خاصة بين الجيران المغرب كان دائما يدافع على هذا المبدأ في كل المحافل الدولية والإقليمية وقد يدافع عليه كذلك فيما يتعلق بالحرب الدائرة في أوكرانيا وثالثا الاحترام المرجعيات الموجودة في قرارات الأمم المتحدة وفي بيطاق الأمم المتحدة والقرارات الجمعية العامة حول الحرب الأوكرانيا المغرب كما قلت أكثر من المرة ليس طرفا في الحرب في أوكرانيا لا بشكل ولا بآخر ولكن المغرب معني بها على اعتبار أنها أولا كتمس الأمن والاستقرار لإقليميين والدوليين وتانيا بالنظر لتابعات هذه الحرب وعكاساتها الاقتصادية على مجموعة من الدول ومنها المملكة المغربية المغرب عنده علاقات جيدة مع روسيا والمغرب عنده علاقات جيدة مع أوكرانيا وقد يدفع في إطار حل سلمي لهذه المشكلة وفي هذا الإطار المغرب يرحب بكل مبادرة لإيجاد حل سلمي وأخذنا علمان وزميلي شرح لي مبادرة فخامة رئيس زيلنسكي لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية الروسية والمغرب يعني اختاعنا باهتمام بهذه العناصر الموجودة في هذه المبادرة التي قدمها الرئيس زيلنسكي وكين هناك مبادرات كثيرة المغرب مع الحل السلمي وهكي المغرب يحضر بأن كثرة المبادرات يمكنها تصعب هذا الحل السلمي بدل أنها تشجع عليه واليوم يمكن كينين خمسة والاستدير المبادرات اللي كلها يمكن تكون تخلق صعوبات أكثر من أنها تسهل لإيجاد الحل تفقنا اليوم بناء على هذه الزيارة على أن نعزز التنصيق بيننا أن نحيي آليات الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي وأن نشتغل لتقوية العلاقة المغربية الأوكرانية في كل المجالات إذن فهي الزيارة اللي كانت تاريخية على الاعتبار أنها الأولى منذ 30 سنة فهي كذلك مهمة بالنظر إلى ما تفتحه من آفاق تحدثنا حول كذلك وضعية الطلبة المغاربة اللي كانوا كيدرسوا في أوكرانيا واللي حكومة الأوكرانية تعادت بأن في القريب توجد لهم حلول وتحدثنا كذلك حول التفكير في إعادة التمثيلية الدبلوماسية المغربية إلى كييف في أقرب الظروف وفي أحسن الظروف لاستمرار في عملها كذلك الدبلوماسي أو القنصلي هذه بعض العناصر اللي تحدثنا فيها اليوم مع زميلي ديمترو كوليبا واللي شملات كما قلت العلاقات التنائية ولكن كذلك تطورات الملف الأوكراني واللي بحل قلت موقف المملكة المغربية منه هو موقف تابت وواضح منذ البداية شكرا شكرا